حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن سالمين عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والابطر فانهما يسقطان الحبل ويطمسان البصر فقال ابن عمر فرآني ابو لبابة او زيد بن الخطاب وانا اطارد حية لاقتلها فناهاني فقلت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امر بقتلهن فقال انه قد نهى بعد ذلك عن قتل ذوات البيوت قال الزهري وهي العوامر حنا يزيد قال اخبرنا محمد بن اسحاق عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول اقتلوا الحية واقتلوا ذا الطفيتين والابطر فانهما يتمعان البصر ويستسقطان الحبل قال فكنت لا ارحية الا قتلتها قال لي ابو لبابة ابن عبد المنذر الا تفتح بيني وبينك خوخة فقلت بل قال فقمت انا وهو ففاتحناها فخرجت حية فعدوت عليها لاقتلها فقال لمهلا فقلت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد امر بقتلهن قال انه قد نهى عن قتل ذوات البيوت حان روح قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني ابن شيهاب ان الحسين بن السائب ابن ابي لبابة اخبر ان ابا لبابة ابن عبد المنذر لما تاب الله عليه قال يا رسول الله ان من توبتي ان اهجر دار قومي واساكنك واني ان خليع من مالي صدقة لله ولرسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عنك الثلث حسنا محمد حدثنا شعبة قال عن عبد رب عن نافع عن عبد الله بن عمر انه كان يأمر بقتل الحياة كلهن فاستأذناه ابو لبابة ان يدخل من خوخة لهم الى المسجد فرآهم يقتلون حية فقال لهم ابو لبابة اما بلغكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل اولاة البيوت والدول وامر بقتل ذي اطفيتين والابتري حسنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر انه فتح بابا فخرجت منه حية فامر بقتلها فقال له ابو لبابة لا تفعل فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قتل الحياة التي تكون في البيوت